تناقص مستمر في أعداد العائلات الفلسطينية في ظل تواصل محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد يعدم الوجود الفلسطيني في الأغوار وأساسه تقليص المساحات الزراعية والرعوية وتشفيف الأرض لا سيما عبر سلسلة من الانتهاكات الرامية للضغط على أبناء شعبنا وتهجيرهم قصريا من أراضيهم التقارير الحقوقية تحدثت عن ارتفاع وطيرة هذه الانتهاكات الإسرائيلية سواء الرسمية أو عن طريق المستوطنين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الحديث يدور عن أن هناك حوالي 18 تجمعا رعويا سكانها تركوها أو المعظم تركوها بسبب سياسة المستوطنين وفي هذه الجزئية هناك تكامل ما بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وما بين المستوطنين حيث دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة حولت المستوطنين لذراع رسمي لها عبر تشكيل ما أطلقوا عليه وحدات الاستنفار اعتداءات بالضرب بحق المواطنين وأحراق للمحاصيل الزراعية تارة وإفلات أبقار المستوطنين لترعى مزروعات المواطنين تارة أخرى عدا عن السيطرة على ما تبقى من ينابع في حوزة أبناء شعبنا ومنعهم الاقتراب منها وإغلاق مداخل الأغوار بين الفينة والأخرى أساليب مختلفة أدت مجتمعة إلى تقليل التواجد الفلسطيني في مناطق الأغوار يعني معروف على أن هذه سياسة عنصرية من كبير الاحتلال بفرضها على المزارع الفلسطيني بهدف عدم بقاءه على أرضه بهدف تأجيره بهدف منعه من زراحة الأرض لأنه نبتعرفه أن الإنسان الفلسطيني بيعتمد على مقومات حياة اقتصادية لرفع وضعه المادي لأنه الاحتلال الأسرائيلي بحارب هذا المزارع بنفس السلاح والمصدر الذي كله بيعتاش منه تكثيف الممارسات الاستيطانية بهذا الشكل يعكس تسارع مضي حكومات الاحتلال المتعاقبة لتنفيذ مخططات ضم الأغوار وسعيها الدؤوب مع مستوطنيها لتسريع شرعانة الاستيطان وتهويد الأرض من الأغوار الشمالية مي المصري تلفزيون فلسطين